في خطابه أمام عدد من كوادر حزب الله لسيما الجرحى منهم تحدث أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله بلغة واضحة ولها دلالات عدة فوصف المعركة التي يخدها اليوم بمعركة وجود مؤكدا نيته إعلان التعب العامة على كل الناس مردفا بالقول هذه الحرب لو استشهد فيها نصفنا وبقي النصف الآخر ليعيش بكرامة وعزة وشرف سوف يكون هذا الخيار هو الأفضل لافتا إلى أن الخلافة السعودي القطري التركي انتهى وقد انخرط ثلاثة في المعركة ضدنا على حد تعبيره سنقاتل في كل الأماكن شاء من شاء وأبى من أبى قال نصر الله مهاجما من أسماهم شيعة السفارة الأمريكية واصفا إياهم بالخوانة والعملاء والأغبياء حزب الله اليوم عم بيخطط بمرحلة ما بعد الألمون بدي يحطيه أكثر على البلد بدي يعمل انقلاب حوسي وهذا تخطيط مش بس حزب الله تخطيط إيراني إيراني لأنه يعني الولي الفقيه بيعتبر حاله عبيتنازل قدام الأمريكان بالمنال في النووي بده جائزة طردي هالجائزة الطردي قد تكون لبنان قد تكون دويلة علوية شيعية بلبنان وسوريا اليوم خمسة وستين بالمية من الشيعة ضد اللي عبيان له حسن نصران لو نبي بره بيطلعوا كله نهودي بنحرد على قتلهم بده يقتل المليون شيعي ضد رأيه ضد معاركه ضد حماية بشار الأسد وفساد بشار الأسد يعني طب هذا كلام برسم القضاء هذا الخطاب الصريح يرى كثيرون أنه يعبر عن شعور حزب الله بحال التململ الذي بدأ يطفو على السطح في صفوف عدد كبير من أبناء طائفة الشيعية الذين ينشدون العيش الرغيد في وطنهم مع شركائهم في الوطن بعيدا من الدم الذي يسفك هدرا